لم يكن أمام الكاظمي سوى إعلان فتح تحقيق واسع بالفضيحة المدوية المتعلقة بإجبار مواطن من محافظة بابل على الاعتراف بقتل زوجته بعدما أبلغ عن اكتفائها ليتبين لاحقا أنها على قيد الحياة وغادرت المنزل بسبب خلافات عائلية عند أحد أقاربها بمحافظة مجاورة ووفقا لبيان صدر عن مكتب الكاظمي فقد أمر بإيقاف الضباط المسؤولين عن اعتقال الضحية الذي تبين أنه تعرض لتعذيب شديد خلال التحقيق والتهديد بجلب شقيقاته إلى مركز التوقيف وهو ما دفعه إلى تبني رواية قتل زوجته خنقا ثم حرقها لتستقدم قيادة شرطة بابل وسائل الإعلام الشهر الماضي وتعرض اعترافاته كأحد إنجازاتها لكن ظهور الضحية دفع أقرباء الزوجة التي كانت تختفي لديهم للإبلاغ أنها ما زالت حية خشية تنفيذ حكم الإعدام بالزوج وأمام هول الفضيحة وجدت سلطات سجن الأحكام في بابل نفسها مضطرة لإطلاق سراح الضحية ويدعى علي الجبوري حيث ذكر أنه تعرض للتعذيب لم يحتمله لكن ما دفعه إلى سرد اعتراف بقتل زوجته هو أنهم هددوه بإحضار والدته وعماته وجلب شقيقاته وتعذيبهن الفضيحة كشفت جانبا منه لما يحدث في السجون الحكومية ناهيك عن تلك التي تديرها الميليشيات فعمليات التعذيب الممنهجة والإهمال الطبي المتعمد تسبب بوفاة أعداد كبيرة من المعتقلين جلهم من الأبرياء وكثير منهم لم توجه لهم أي تهمة أو تصدر بحقهم أحكام قضائية يذهبون ضحية اعترافات لا وجود لها على أرض الواقع تخلصا من ألم التعذيب والابتزاز بدورها طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق بوقف عمليات الاعتقال والتحقيق دون وجود محامين وقال عضو المفوضية علي البيات إن هناك ضرورة لفتح كل ملفات التحقيق بعد عام 2003 وفضلا عما تؤكده فضيحة بابل من ظلم وفوضى قانونية فإنها تستدعي سؤالا أخلاقيا عن عدد الذين انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب وأدينوا بالإعدام أو السجن المؤبد ونشرت اعترافاتهم على وسائل الإعلام في برامج استعراضية أقل ما يقال عنها أنها تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان وتخرق كل مواثيق الشرف الإعلامية وتنتهك آدمية الإنسان وكرامته موسيقى موسيقى